يبدو أن فيروس كورونا المسجد قضى هذا العام على آخر ما تبقى من روح العطلة الصيفية بالنسبة للمغتربين في ظل إفقاء الحدود الجوية والبحرية والبرية مغلقة ضمن الإجراءة الاحترازية لمحاصرة الفيروس. فبعدما تبخر أمل المغتربين بالالتحاق بأرض الوطن لقضاء رمضان وغيد الفتر، ها هو أمل آخر في قضاء أيام مغدودات من العطلة الصيفية يتبخر، فعادت تلك الحقائب التي حضرت إلى الدوليب. ورغم ثقل وطأة الظروف الحالية وتداغياتها على الغدات التي توارثها المغتربون مع كل مناسبة دينية كانت أو غائلية، ما زال يستجيب هؤلاء للإجراءات الاحترازية في الدول المقيمين بها على أمل غوضة الحياة الطبيعية بشكل كامل في أقرب وقت، مع حملهم لأمل آخر بأن تفتح الحدود قبل غيد الأضحى المبارك ليتسنى لهم استرجاع مضاغم حميمية فقدوها في مناسبات خلت.